اشتركوا في القناة ويقفوا في القناة الحوايج من شيماء كان شدهم وساكت عليهم ضرقا للفتنة لا تريد الفتنة في العائلة الى حين يخرج الطالق بحق بحق هذا الشيء الذي يتقال عليه بدأ يقولوا عليها سنرى مع شيماء والقصة مع الطالق قصة غريبة وهي من طابوهات كما قلت في المغرب وهي اليوم صبحت بتيزاز ان ولدها ستخطف لها هذا هو الذي يجعل شيماء تخرج بالقصة وتستنجد بالمغاربة لكي تعود لقصة لكي تبعد هذ الناس اللي باركنك يخطو ودولها وشكون هذ الناس طالق ديالها وبعض أفراد الأسرة ديالها سنسمع القصة من عند شيماء شيماء مرحبا بك على صوت العدالة قاعدين المشكل من الأول شنو اللي واقع شكرا المجيء الدالك عندي وشكرا القناة الدالكم معكم شيماء فرحان من محمد 31 سنة المشكل اللي عندي هو مشكل مع العائلة ومع الزوجة مع الأسف أنا هذ السوجة كما سبق لي حكيت في عدة قنوات أنا طلقت منه طلقنا التلق اتفاقي التلق اتفاقي أنا ما درت فيه تحاجة بناء على طلب مني كان مشاشة في المحامي قد دول وراق أنا حضرت في جلسة واحدة أخرج الحكم لا يعاون لا يعاون تفقنا أن تسيت ومع العلم أن يعني ما تفارقنا على الأول وتفارقنا على مشكلة كبيرة والذي هو عارفه أنا عارفه جيرا نرشاه ديناليت على بخطة مولي كنت في قبل هذا فبناء على طالب منه مزاوقة وإلحاح نسترى الأمور على وجه الولد وأكيد أنا لأن ابني أمام الملأ ونخرج بوجه ومغاربة كلهم يروني وهو يسمح لي أن أنا أصابت أمام الملأة ومن أن أصابت الملأة وأن أصابت الملأة لأنه أصابت الملأة لا يوجد العهد وعيش بفلوس الدولة إذا تساندت مع الزوج هذه المرفوعة على القلم هذه المريكان يقولون بفلوس الدولة يعني شهادة أو الفتنة التي تقوم بها في العائلة كلها باليزة الأخوال التي تعرفوها كابرين معها أخوالتي تعرفوها أنا أعرفها بحكم الفتنة التي تقوم بها مع أصحابها أمريكان تشكى منها وبناتها التي تهدوني أنا لا أهمني هذا أخوالتي محمد يالي تيدخلت هذه الخصامة تأكلها لا تشربها حاولت التمثل ولو أنا اليوم الأخ لا تكون لدي خمسين دنمو سأعطي مليون ودخلي في مشاكل وفتنة وفعلي وتركي نفضل نبقى بالشوع و ما هو نوع الفتنة التي تقوم بها؟ هل ترجعوا؟ كيف حصلت أنت لكي تطلقته؟ أخوال أخوال الفتنة التي تقوم بها هو أنها لم يكن لدي العائلة وفي المعقام أخوال والد هو كبير في العائلة والله ينصره من هذا المنبار لم يكن لدي أخوال 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 اخوال أخوال فتنظر وإنصر أمين السحر وأمين السحرة؟ ليس كنت تعيط الخالي في محمدي الذي تريده كثيرا وهو بحل أبجالي وتنكيله كل احترام ونرأني الوجه حشمان من جهة أخي ولكن أخواتهم لم يخلقوا لي وشعب الله أنا أريد أن أتهدد والدي سيطير لي عصابة إجرامية مع الزوج الجالي وتكذبوا وتقولوا أخي لا أعرف أمساندين لا أعرف أخي لا أريد أن أتشفر هذا كل هذا أنا من هذا المنبر تهمك كما قلت لي في الكواليس بالفساد تهمك بالشعوادة بالسحر هذي كل اتهامات تهمك بالفساد وما عمرو حصل عليك شي حاجة ما عمرو حصل عليك شي حاجة وما عمرو فسدت أصلا وأنا اللي كنعرف من اللي أنا فاسيدة كنت انتالي فاسيد وحصلتك هاد شعله شطلقنا هنا هده وما ربط الفارس كيفاش فاسيد حصلتي مع شي وحده في الدار هيا سيدة شفتهم متلبس مع ولد السيكوريتة دالهم اللي كي دالهم لابسين وشفتهم وقالي نهتي نهتي متخرب قينيش واسح حصلتي مع وحده او لا مع واحد او لا الله انا ركي قلت لك السعب الكبير رلوجه قسمن بلال علي العظيم لا راني مبقاش عندي فين نخرج رلالبارح مشتنجي بخير هذا قتل مغاربة محمدية كم لك تشوف فيها حسيت بإحراج إحراج كبير انا را مخرج للرأي العام راستو القضية فيها بغا تشهير وتشوية رسيدة انا كن بغيت نشوه من شديته متلبس عيط المحمد وقلت له را قدي خطيرة وراشكين وراشكين ورام ما يمكنش اللي نخلي الولدي يشوف باه المحمد واش مالاتي انا را خربقتيني وش السيد متلي وي سيدة وانا را ما عندي تشي مشكل انا را ما انا را المتلية ولا باش نهاجم المتليين ولا نشهر بيوم را احنا ما كان هاجمه لهم متليين احنا بعاد على هذا احنا كان نضروع لواحد لوكا دي الطاليق ديالك هاد السيد لقيته مع واحد في الطال فعلا شديته متلبس طلبتي تطلق وطلب منك انه تستريه استرتيه وفضحني استرته ومشا فضحني ومشا فضحني ومشا فضحني والخيب مزيان والمزيانة خيبة مشيت افضحتين انا كان عرف فاسيدة كما كتقول كنتم اللي طلقنا قبل ما انطلقوا انا فاسدة ومتلبسة جيب لي البوليس كران انا في الحبس هذا الحبس اللي بغا تصيفني على الاقل نمشي ليه وانا كان استاهل بالفاسد لكن اولد الناس احنا نطلق اتفاقي وانتلي فاسد وانا كنتم معاك انطنا بقيت معاك ومع العلم ان العائلة ديالك انتجاوز ديالك ومشاكين وكان سحر وكان كان 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 وكان كان كان وابقيت معاك ومع عمري ما تخليت عليك تخليت عليك من انشفتك وانا كيف حال من انطلقوا مزيانة ثلاث سنواتها ثلاث سنين ثلاث سنين مع عمريك لاحظتي في شيء شيء واسع بلك بدار شغان قوللك ربما ما من الكي يكون وانسان من الكي يبغيش انسان كي يكون العيون مسدودين في ممن الكي يكون لما كانت المميزة وانا كنت اذا ربما كان متأكد ويقول لكي يتدعوني لتنظر كيف يتدعوني او بمكانت كيف كانت معاك بالحديث بيقال بجدعون سهلا فدعوني المهم دعين فلا هذا انا والهدف جديد فهو فهي وما أردت من أجل الناس وطلبتني وقالت لي أن أستريني لماذا أستطيع أن أعرف لفض حديثي وفتنة أين أعرف عائلتك؟ أين أردت لك عائلتك؟ أين أردت لك أخوتك؟ أنا أردت لك أخرج الرأي العام وأنني قارية وأنني بنت أساس وابنت عائلة أعيط المحمد جلو السعب الكبير ومحمد جلو كان وكان في محمد جلو ومحمد جلو أخي جلو يخلص في مستلق هو تسيد ويستطلق أخو يخلص له ومحمي كان يطلق أخي جلو المليون عندما تنزلت وقال له وما هو تسجيل وقال له أنه تعبوا جلو المليون وعن دفع لم يكن واندي كل أخوي وعندي شبه ومرنا وقاله ان سأعطني بسير مليون لأني أنا أريد البعاء لهم أمواتي يطلب أي شيء يحتاج أردت لك ما يحتاج إلى اللا يعمل لم تابت أشراء من أشخاص عيّة المحامي قلت له واشكين 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 الله يرحم الوالدين لا يمكنني أن أعطيه الوالد الجالي أن السيتي يقول لي إذا أريد أن نرى الوالد لا يمكنك أن تكوني لا الله أنت السعب الكبير لشي البابي ستعرف بالله هذا البابي لا يمكنك أن تكون بابي عنده أنه يدومي أريد أن يكون أمد هو كل شي كذوب لا يمكنك أن تكونوا من الوالد الجالي كيف كانت تواحدك؟ كيف كانت تكون سعيدة؟ كيف أفعل أن يكون أعني أن نرى الأمر بالنسبة لأمد سأريد أن تكون هذا الملقل أنه سوف تتعلم بحاجة إلى مصدر الجميع أنه سوف تتعلم بحاجة إلى الوقت أنه سوف تتعلم بحاجة إلى الشخص ما ذلك؟ ما أخبرك؟ أخبرك أنه لا يتجلس على المنتظر ما أشبك؟ سبب أنه متحالف مع أحد خالتي لأنني سأطرق ليه لكي يهرب و تدريب أوراق مزورة وأنا مسؤولة لأيي ما هو أوراق؟ الأوراق هي السعب الكبير لكي تريد أن تخرج حد من الحدود يجب أن تكون والي في الولاية ويجب أنني لدي الحضانة يجب أن تكون قانونيا بالوراق والصدقات التي تزنى عندها ويجب أن تكون قانونيا بالمحام ما هو أريد أن يخرج حدود؟ أي أن أوراق دي البره؟ هو مغربي من الجنسية فرنسية ويجب أن يكون من البيتالي فرنسي وكلها كانت تهديدات قولية وكتابية في الواتساب وأعتقد أن الواتساب كانت تحرير شرطة تقنية التي ستعرف كل شيء هذا الشيء يقول أنني أتباع جميع المعامر سأرى أنني سأرى أنني تحرمي لا أريد أن نشاهده في أهل يقول لأولد الحرمان هو لا تشاهده أما الحرمان و انا حضرة الوجه ديالي كراتيني لا تحملني مع العلم انا اللي طلقتك و بقيتك اطلبني لكي تبقى معي ربما اليوم كراتيني لان انا شفتك ليس مشكلة كراتيني ولكن اولد الناس سير القهوة ادي الولد نعطيه لك نمشي معك نقلس لهيها نمشي معك يجب لي أن يكون عليها تصبح كيف معك ويحصل عيوانا لانه نوع الكبدة ولكن اولد الناس سوف يتعلق لك الحبس سوف يحبك ونطلق لك الحشيش فى الدار ومنك الولد سوف يسقطه بخطرة ماذا هو الهدف لهيك؟ ما هداف لهيك؟ لم عندما جعلتوا الناس قللت الناس دخلوا أصدقاء التي ربما سعب الكبير لك أنت صديق و جئت عندي أحبك كأنني راني في القلصة الجالية كانت تعامل بالرجولة و سأدخلك و سأقلس معك و نقشه مواضيع و في نطق الاحترام و في نطق الصداقة يعني أنا لدخلت كالسعب الكبير و أنت جئت و حطيت لي الحشيج أنا لا أريد أن أنت صديق فمشيت إلى الأصدقاء الجالية التي كانوا عندي كلهم غريتهم فمشيت إلى الأصدقاء الجالية و أخذ الفلوس و لا يريد أن يذهب إلى الحمس و وصلت إلى هذا الأصدقاء نعم يا سعب الكبير، هذا الشيء خطر و هذا الشيء بالإدنة، أخذت لي في أمريكا من هذا المين بارتا نقول لها الله يأخذ فيك الحق و تقول لي أخوالها رمسان دينك أخوالي كاملين بلوكهم من الواتساب السعب الكبير أخوالي اللي عندهم جاه و عندهم نفود قالوا لي أخوالهم من كل شيء سعب الكبير لا تدخلوا إلى أحد لأنهم كانوا ناس طاغيين و كما يقولون أخوالهم 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 لم يكنوا مع أي نهار جوش به هذا الشيء لماذا أنا أتجهت الرأي العام لأن أخوالي ناس نازيهين عكس الأخوالات التي لا يشرفون العائلة أخوالهم مطلعون على كل شيء و أخوالي وأخوال none أخوالاتك أخوالك أخوالني أخوال م epidermis و أخوال وقاشوا كنادي العائلة السيد قلسوا وتأكلوا فيه في الفلوس شدوا فلوس ديال الشوماج فيهم خمسة المليون وقلسوا على خالتي فوزيها هاكي وخصائي غيمة تأكل وتكتقول لي صافيغا نشفروا لك الولد ونديروا لك لماذا خالتي على القصبة قولي الفلوس ما عندك خودي وما تقاديش لماذا تدخلي في الظلم وانتي لما عندك شوالدك مات الله يرحمه لماذا انا تبغيت يتميني على ولدي الله اداه ولدك وانا الله عطاه لي يبغى لماذا تريد لي بحلاكة لماذا لديه الكبدة وانا تلقى الخير في البراني وما تلقى في العائلة شيطانية نسع السحر ونسع الشعودة ولماذا السعب الكبير تحالفه مع الزوج الجالي ليس غير هكك لانهما هدى الناس طالبوني لكي انا نكذبها خالتي تعميري كان وخالتي سعى القصبة قالوا لي كتبيع لك خالك الوالي يقولوا لي كتبيع ليها وقولوا لي رأس حارة وكتسحر الحبيبك قلت لهم لا وكتبيع لاختمر حبيبك اللي كانت تحيها من هذا المنبار يقولوا لي كتبيع ليهم ونشوهيهم مع حبيبك لا نشوهكم انتوا هم اللي سحارين لماذا سنكذب على الناس حيث انا ما كانت باع ما كانت شرب فلوس ومن هنا ما بغيت ندير معكم هاتشين وانتو خربتوا لي الصورة ديالي مع خالي وانتو خربتوا لي وانتو خربتوا لي وانتو خلق الفتنة في العائلة الفتنة اذا عبد الكبيري لمشيتي هزيتي طيارة امريكان وثولتي على ادخاتي وانا سأعطيك اسمية من مورلو لايف امريكان كاملة تشكى منها والتي درني في الخطر ديالي هي بنتها بكل واقعة لا يسرى إيطالية من مورلو لايف وكاذا تقولي اه انت يا سأذهبط لك ونأخذك بي ونضغطك يا أهبط ونضغطي 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 ونصغطي زوجتي من بعد التهديدات ماذا هي الأكسان الذي يتعر؟ لم أفهمت سواء من بعد التهديدات سأريد أن تقضي الوراق ونقضي الوراق بالفعل كنت أردت إلى القنصلية و أعطتني مواعيد لأن القنصلية لا تتبع و لا تترى و قالوا لي قلت لهم أنا لدي الحادة و قلت معي الورق و قالوا لي أننا سأجعلون رتور و قلت لك و سأقول لك كيف كانت هناك مجموعة للنسان و كيف كانت هناك مجموعة للدوصية و هذا السيد أكتب لي و قال لي أعطني لك استخدام نسانس و قال لي أنني أجعل مجموعة للدوصية و أنا كنت أعرف حياة زوجية و كنت معي إنسان عارفة عيوب و أعرف حياة زوجية و أعرف حيث يكتب حقيقة و هذا ما يمكن أن يكون دارا أهلا و أنا كنت أحمل المسؤولية أي شخص لا تقش بها و أريد أن يقوم بها و أريد أن يمشي إلى الولاد سأحمل المسؤولية الجميع و أريد أن أتكلم و أحمل المسؤوليتي السلطة التي لا تخرج و أي شخص و نحن نحن بلد زين هل تحديث عن التهديد و هل تحديث عن التهديد و سأخطف لك الدري و سأخطف لك الدري و مع الأسف هذا هو الخطأ الذي لم أفهمت و كنت أرى العائلة و سأخطف لك أرى أني حردت في الأمر حردت في الأمر و لماذا أخرجت العلن لأن هذه الناس أنا أقول لك لماذا أسعب الكبير لا تحديث عن التهديد و يقول لك أنا أخي واصل و دير و فاعل و أنا أخوك أخوك شكون و كيف يواصل بفلوس أش نحن عائلتنا و واصلين و لم يتعني و تجهة الرأي العام و تجهة الشعب ينصفني بالحق لو ضليمة يتطبق علي القانون و لكن أنا لحق و الناس تحاربني و معا معائلتي و البرح من مورلو لايف يا عبد الكبير معي طالية الأخي سكوتر بدون ذكر الأسماء و تقول لي و تهدد فيها و تقول لي أنا و سنعيط المنابر الإعلامية و كلهم سنضورهم عليك و كلهم سنعرفهم و كلهم هذا أنا اللي كان أعرفه صحافة نازيها لم تكن صحافة نازيها لم تكن تكون لدي شعب الكبير والإسمائلية و نحس بكم لم تكن يكون لدي الأخ يوص في البارح و يدير معي المدخلة جالوجي و لم تكن تأتي عندي الأخت سعيدة و لم تكن تأتي عندي الأنباء المغربية و الجاريدة فانت كثرة لم تنزلوش الفيديوهات لم تكن تأتي عندي فأخي العام نصفك كانت عندك قضيتك تنصفتي فيها لم تدخلتك في قضية ذلك كنت معك في رمضان و شربت و ماذا تنصفتك في قضية؟ لم تكن تنصفتك؟ لم تكن تنصفتك؟ ما هو المساج الذي تريد أن تصل إلى التعليق و لك حالاتك؟ و ما أحس بك حالاتي لم تكن أعرف أن أحدهم و أحدهم أدفع و مدام وصلنا و تشوينا و أخرجنا للعالم سأخرج على أخواتي فأقبل من لأنهم الذين يسندوا هذا الزوج جالي سوف تستطيع و أخواتي صار و يضعوا يسندوا و تكتبوا لها و تكتبوا لها و تكتبوا لها و تكتبوا لها و أن نزلوا من المساجين و هم ندخلوا لها و أخواتي و تنصفوا لها و لها و تخرجوا الرأي العام شايماء سوف نصل لك أحد سؤال قليلاً كنا نعرف أن لديك عم فنان كبير ومشهور وطنياً ودولياً لماذا تدخل لكي يصلح عمي كنت نوجه لي أحلى تحية من هذا المنبار لدي أزيز وقف مع الوالد جل الله يرحمه هو الذي كان بنا وكان كسفت لنا المولا وانا راح شوش نرى مشي أولاد وانا رأى العائلة اللي جيت نتبع خالتي دي القصبة وخالتي دي الميريكان نرى هما اللي يمشو عيطوا لي وبغوا بالعاني يديروا لي معالفتنا مني شافوا له لايف باش نوضع لي انحل حتما مقادرين يديروا له حتما خوالي ممساندينهم بغوا يدفعوا عمي وقالوا لي عيط لأسير عيط الناس اللي كتعرفوا دير بغوا تدير بكتشغير انتو هما كتو تقولوا لي رفعي علي دعوه مش ديتش فلوس طاكسي القريمة كده 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 نكون سمعت الخالتي دميري كان كوراني وكن عمي يرى ما خرج خرج على وتخوالاتي وعلى وتزوج السابق ديالي اللي مشيت التواطيتي مع أخوالاتي مع عندهم تشيقي ما أصلا في العائلة شنو رأي عمك؟ عمي بعيد كل البعد على المشاكل عمي ما كانش معانا في الزواج أنا اللي اختاريت هذا الزواج أنا اللي نقدر نقول العمي هو أنه بعيد كل البعد على المشاكل وإنسان طيب وأنا كنوجه لي أحلى تحية من هذا المنبار والعائلتي كان من الوليد الله يرحمه راهم جانين العيب كان في خوالاتي والعيب كان في الزواج جالي السابق اللي مشيت التواطن معهم أعزائي المشاهدين فاسمعتهم عن القصة دي الشيماء اللي هي كتبان في الظاهر قصة عادية ولكن في الباطن هذه حقيقة العائلات المغربية بعض العائلات ماشي كل شي بعض العائلات اللي كتخلق منوال وفتنة اللي كتأعذر الظالم على المظلوم نحن ما تقولوش دابه هات الزوج راه ظالم أنا غا نحكم عليه ولا أنا ما سمعتش له و المن برضي أنه مفتوح لأي واحد بغيدوي ما كانش المشكل غير كان بعض العائلات اللي كتبدأش خلاوا كيزند الفاخر هذا هو الإشكال فينك ترطد المشاكل فينك تكبر فينك تولي عنده جناوح من بعد ما كتكون مشاكل صغيرة كان ممكن هات الخالات يشدوا هذا الزوج ويعقلوه إلا كان الكلام دي الشي ماء صحيح يعقلوا هذا الزوج يقولوا لي بغيت ابنتك ولا ولدك ولا الوليد ديالهم لا يخليهم ليهم سوف نقف معك ونرى ولدك لا يوجد مشكلة يريد أن يقضل ورقاته جيد يقضل ورقاته ولكن يكون بتفاهم مع الأم كيف كان تفاهم في الطلاق كان تسترى في الطلاق كون تفاهم محتق في هذه الورقات ولفة لكي يرى ولده للأسف بعض الاخترات تجري الرياح بما لا تشيه السفن حتى كانوا ليوا غير مغرقين ديكس فينا كثر ما هي غارقة أعزائي المشاهدين كان معكم في التعليق الحراب عبد الكبير إلى اللقاء